السلام عليكم ومرحبا بك في الدرس الأول من الدورة التعليمية الشاملة عن MATLAB طبعا قبل لا نبدأ ننطلق إلى التعرف على البرنامج بالدرجة الرئيسية واللغة البرمجية دعني نتعرف ما هو MATLAB هل هو لغة أو هل هو برنامج وشن التطبيقات وشن اللي انت راح تبدي تستفادة من البرنامج أو من اللغة بشكل عام فمثل ما تعرف قبل لا تبدي تتعلم أي لغة برمجية فلازم تعرف تطبيقاتها وشن اللي راح تبدي تستفادة من هذه اللغة وايضا من المنصة العمل اللي راح تبدي تشتغل فيها باستخدام هذه اللغة فأول شي خليني نعرف انه MATLAB ايش هو هل هو لغة هل هو برنامج طبعا بعضنا يقول لغة MATLAB بعضنا يقول برنامج MATLAB فكل التعبيرين يعني صحيحات باحتبار ان المنصة اللي احنا نبدي نشتغل عليها هو المختبر نحتبرها اللي هو MATLAB يعني يعتبر عندنا كماتريكس لابرتوري يعني مختبر للمصفوفات فسواء انه قلت انت كمنصة MATLAB او برنامج MATLAB او كلغة MATLAB فكل التعبيرين صحيحات فعلى هذا الاساس فماتلاب هو يعتبر عندنا بروغراميق بلاتفورم يعني كمنصة برمجية هذه المنصة صممت خصيصا بالنسبة للمهندسين انجينيرز والعلماء في عمليات تحليل البيانات وانتاج السيستم الانظمة هسا الان الانظمة في مختلف انواحها رح نشوفها طبعا هنا يقول the heart of MATLAB is MATLAB language يعني اللغة اللي احنا رح نبدي نستخدمها كلغة برمجية كبروغراميق لانجوج هي لغة MATLAB اذن هي نفس الاسم سواء انه قلت لغة MATLAB اقصد فيها انه هي اللغة المستخدمة في برنامج MATLAB اما كماتلاب يعني بشكل عام هو يعتبر عندنا منصة تطوير او برنامج شامل يعني يحتوي لك على اكثر من جزء اكثر من قسم بطبيعة الحال يعني مثلا هنا لما نقصد نقول مثلا لغة C-Shar وهو لغة C++ فعنا نقصد اللغة بحذ ذاتها ما نقصدها يعني كبرنامج ويمكن انه تستخدمها في أي منصة مختلفة يمكن انه تستخدمها مثلا في فيجيول ستوديو يمكن تستخدمها في محرر اكوات اما لما نقل لك MATLAB فنقصد فيه هو برنامج MATLAB بحذ ذات اما اللغة المستخدمة فيها فأكيد هي لغة البرمجة MATLAB وطبعا على هذا الاساس انه يقول شنو اللي تقدر تسويه باستخدام برنامج MATLAB برنامج MATLAB هو يركز على ثلاث امور اساسية يعني بشكل عام انه عملية انه تعمل بالنسبة للديرة بالنسبة للبيانات تحلل البيانات وتطور الخوارزميات بناء على عملية التحليل وعمليات الانشاء حتى بواجهات رسومية يعني تكون عندك graphic user interface وكل هذا يكون داخل البرنامج يعني بدون لا تبقي تستخدم طرف ثالث او اي ادوات مساعدة اخرى مجرد انه تقوم بتنصيب البرنامج تقوم بتنصيب البيئة العمل وكل شي رح يكون متاح عندك داخل كانما ان تقوم بتنصيب مختبر متكامل للغة البرمجية المعنية فكل شي رح يكون متاح اليك فطبعا انا هم تقول هنا مليولي يستخدم برنامج MATLAB طبعا هذا التكست اللي موجود عندك هذا من الموقع الرسمي يقولون انه هناك الملايين من المهندسين والشركات والعلماء يبدون يستخدمون برنامج MATLAB فالعديد من التطبيقات طبعا منها الدراسات الاكاديمية في البحوث بالدرجة الرئيسية في تطبيقات على الذكاء الاصطناعي على الAI في عمليات التعليم العميق Deep Learning وال Machine Learning اضافة لذلك الى مثلا Signal Processing معالجة الاشارة في الاتصالات في ال Communication بالدرجة الاساس وفي عمليات المعالجة سواء على Image or Video عمليات Image and Video Processing عمليات معالجة الصور ومعالجة الفيديو وايضا في Control System وفي امور اخرى يعني في عمليات محاكاة رح تشوفها كأنما انه انت تقوم في محاكاة شيء موجود عندك بناء على خواصة الفيزيائية فهذا كل شيء رح تشوفه جاهز ومنظم عندك وينفرد برنامج MATLAB بهذا الشيء انه يوفر لك عمليات محاكاة للي موجود عندك في الحقيقة يعني هذا سبيل المثال عندك فد كتلة معينة في برنامج MATLAB في قسم المحاكاة رح تشوف انه عندك محاكاة لكتلة معينة تعطيها الخصاصة الفيزيائية وتقوم بدراستها من حيث التأثيرات اللي رح تبدي تكون عليها على سبيل المثال من يكون عندك فد منشئ معين وتريد انه تقوم بدراسات الزلازل العالية والتأثيرات العالية فريدت تعرف انه مثلا تأثير الرياح وتأثير الزلازل على هذا المنشئ كدراسة اكاديمية بطبيعة الحال فيمكن ان تستخدم مختبر MATLAB الخاص في المحاكاة بحيث انه انت تقوم ببناء البراجيكت الخاص فيه ككتلة وتقوم بتعريضه الى مختلف التأثيرات المختلفة بالنسبة للأحمال الجانبية على سبيل المثال للرياح والزلازل وتقوم بدراسة التأثيرات اللي راح تكون على هذا يعني على هذا الابجكت على هذا الكآن اللي راح يكون عندك داخل القسم الخاص في المحاكاة وطبيعة الحال فالآن مثل ما تعرف انه ما تلاهب استخداماتها كثيرة استخداماتها كلغة برمجية يمكن من خلال ان تتعامل مع المصفوفات بدرجة كبيرة جدا من حيث سهولة العمل بطبيعة الحال فبدلا انه لو تكون عندك مشكلة رياضية تتحلها باستخدام لغة مثلا لغة سي شار فتحتاج الى انه تقوم بكتابة كود او وظيفة تحلك هذه المشكلة فرح تشوف انه كل شيء متوفر داخل البرنامج من خلال وظائف طورتها الشركة اوكي حتى تبدي تسهل عليك العمل وتبدي تتعامل مع المشاكل الرياضية ببساطة بدون لا انه انت تبدي تقوم بكتابة كل هذه الوظائف لحل هذه المشاكل فعلى هذا الاساس فان برنامج مع تلاب هو السهل للتعلم يعني ليس صعب لكل المستخدمين سواء كان المبتدى وصولا الى الامور المتقدمة فتقدر انه تتعلم البرنامج ببساطة يعني كبرنامج اما كلغة برمجية بطبيعة الحال فهي لغة بسيطة جدا رح تشوفها انه بسيطة في التعامل القريبة للرياضيات كل شي فيها بسيط من حيث العمل من حيث كتابة الكود ومن حيث فهمة ومن حيث الامور الاساسية الخاصة في البرمجة بالدرجة الاساس